السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتحدث عن شفعي الدالة لما أقول شفعي الدالة فهذا يعني أني أريد أن أعرف ما إذا كانت زوجية وأنها فردية كيف تكون زوجية؟ تكون زوجية لما أحسب أفلي ناقص إكس أجدها نفسها أفلي إكس أعطي مثال مثلا أفلي إكس تساوي إكس مربع فلما أحسب أفلي ناقص إكس ماذا سوف أعوث أعوث في مكان الإكس أعوث بالناقص إكس فهو تصبح تربيع أن التربيع يدخل للإكس يخليها إكس مربع ويدخل على ناقص رجحة موجبة فهو تصبح إكس مربع إكس مربع هذه أليست هي نفسها أفلي إكس فإذن وجدنا أن أفلي ناقص إكس تساوي أفلي إكس فهذا يعني بأن الدالة زوجية وكيف نعرف ذلك بيانيا انظروا إلى هنا هذه منحنة الدالة تربيع منحنة الدالة مربع لما أخذ مثلا قيمة واحد قيمة واحد في الإكس مثلا إكس هذا تعال إكس وهذا تعال إكراك لما أخذ قيمة واحد هذا سوف أجد سوف أجدها تسوي هنا هذه القيمة ولكن عندما أخذ ناقص واحد انظروا عندما أصلت على منحنة سوف تعطيني نفس القيمة فهذا يعني بأن هذه الدالة زوجية وعندما تكون زوجية تكون متناظرة بالنسبة لمحوار التراتيب انظر إنها متناظرة بالنسبة لمحوار التراتيب ولدي كذلك دالة كوس هي الدالة زوجية لأن لديها كوس ناقص إكس تسوي كوس إكس أما عندما تكون فرضية فلما نحسب أفلي ناقص إكس نجده تسوي ناقص أفلي إكس مثلا دالة إكس مكعب أفلي إكس تسوي كوس قوة ثلاثة هنا لما أعوض بالأفلي ناقص إكس ماذا تسوي تسوي ناقص إكس كل قوة ثلاثة ولكن لما تكون لديها عدد زوجي ولكن لما يكون لديها عدد فردي في القوة هنا فهو يترك الناقص على حالها لما يكون عدد زوجي في القوة هنا فإنه يرجع ناقص يرجعها موجبة كما أن تلتة عدد فردي فتصبح تساوي ناقص لا تتغير X قوة 3 X قوة 3 هي نفسها F ل X فهذا يعني أنها تساوي ناقص F ل X وعجبنا أن F لنقص X تساوي ناقص F ل X فهذا يعني بين الدلة فرضية انظروا إلى هنا بالنسبة لمحور انظروا إلى هنا بالنسبة للمعلم لما أخذ قيمة مثلا واحد أسقطه على المنحنة إنها تساوي قيمة موجبة تساوي F لواحد ولكن لما أخذ قيمة ناقص واحد هنا أسقطه على المنحنة أسقطه على المنحنة فأني أجد هذه القيمة ونفس هذه القيمة ولكنها بسالب يعني أجد ناقص F لواحد هذا يعني بأن الدالة هنا ولما تكون فرضية فهذا يعني أنها متناظرة بالنسبة لمبدأ المعلم النقطة صفر هنا والدالة مقلوب كذلك دالة فرضية فمثلا لو نعود ب F لناقص X ماذا تساوي؟ تساوي واحد على ناقص X وهذا الناقص يقدر يطلع الفوق وتولي تساوي ناقص واحد على X والآن أليست هذه هي نفسها F لX يعني نحذف هذه ونكتب F لX فأصبحت F لناقص X تساوي ناقص F لX وبالتالي فهي دالة فرضية ولدين كذلك سينس ناقص X تساوي ناقص سينس X وبالتالي دالة سينس X دالة فرضية أيضا ترجمة نانسي قنقر